طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة نافذة الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المسبق للشحنات وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدورة المحورية لنظام التسجيل المسبق للشحنات في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير تشجيعا للصادرات المصرية وتبسيطا للإجراءات من خلال حوكمتها والتيسير على مجتمع الأعمال